يسعد لوقاتكم أصدقائي من وين هم تابعوني بأي وقت متابعوني و أحلى و سهلة فيكم فيديو جديد فيديو اليوم خبز الكذبرة طريقة سهلة و لذيذة اسمه بالعراقي خبز كجنيش و لذيذة مع كاسة شاي أو زبتية لبن على الفطور أو العشاء يا سلام كتير طيبة يلا بينا على المقادير طريقة التحضير بيلزمنا كوب من المي الفاتر كوب من الحليب الفاتر ملعقة من خميرة فورية و ملعقة من السكر الحبيبة ممكن نستعمل كوبين من الحليب بدل كوب حليب و كوب المي بنخلط المكونات متل ما أنتم شايفين و إذا ما عندكم حليب ممكن نستعمل كوبين مي الفاترة كمان بصير هلا رح نضيف الزبادي اللي هو اللبن ملعقتين من الزبادي ملعقة من الملح و منرجع و نخلط المكونات مرة تانية ممكن أول مرحلة بدون ما ضيفوا الملح تتركوا الخليط 10 دقائق حتى يضعف حجمه أو حتى يتخمر معكم و بعضين نضيفوا الملح بس أنا فورا بساوية ضفت نصف كوب من زبدة متل ما أنتم شايفين درجة حرارة الغرفة و هلا رح نضيف الطحين ضفت أول شي متل ما أنتم شايفين عم ضيف أربع أكواب الطحين و منشغل الخلاء عفوا العجانة و ممكن نشتغل بالإيد يعني نعجناه بالإيد طبعا رح نضيف هلا الطحين بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية الكوب الخامس هلا منضيفه و منرجع نشغل العجانة مرة ثانية و الكوب السادس عم ضيفه بالتدريج إذا ما عندكم الزبدة ممكن نستعمل نصف كوب من الزيت الزيتون أو زيت النباتي بس الزبدة بيعطي طراوي للخبس الكوب السادس متل ما أنتم شايفين عم ضيفه بالتدريج و هيك ضفت 6 أكواب من العجينة حسب نوع الطحين ممكن أكتر أو أقل بدنا أهم شيء العجينة يكون طرية عجينة ما يكون ناش فيه حتى نحصل على خبس طري طبعا رح نتركها حتى يضاعف حجمة تقريبا من الساعة للساعة ونصف حسب جو البيت إذا دافي أكيد ساعة بتكفي متل ما أنتم شايفين ما شاء الله عجينة كتير طرية و ما بتلصق بالإيد حتى لو حسيت بتلصق بالإيد تدهنوا إيدكم بشوية الزيت و بتتركوها وبعدين بعد ما تتخمر رح تشوفوا نتيجة ولا أروح هلا رح نغطيها و نتركها تقريبا من الساعة لساعة ونصف أو حتى يضاعف حجمة أو حتى تتخمر أهم شي نتركها مكان دافئ لأنه هلا ما شاء الله جو كتير بارد بها الأسناء رح نجهز مع بعض الصوس الكزبرة بيلزمنا كمية تقريبا نصف كوب من الزيت كمان ثلاث حبات من البصل فرمتم نعم أو بمحضر الطعام نشغلها و ما نتبه ما نعملها كتير نعمة بس نحصل على هاي النتيجة بيكون منيح نصف كوب من الزيت ثلاث حبات من البصل حجم بالوسط فرمتم نقلي البصل نص القلي نصف الاستواء بها الأسناء رح نحضر الباندورة طبعا الباندورة عندي حجم كتير صغير متل ما انتوا شايفين مشان هيك استعملت كمية ميحة إذا باندورة عندكن حجم وسط أو الكبير ثلاث حبات ثلاث حبتين بتكفي بيمحضر الطعام بالخلاط رح نخلط عفوا رح نفرم الباندورة متل ما انتوا شايفين قبل هالمرة عملت كمان طريقة كتير سهلة طبعا استغنيت عنه الباندورة والحليب رح حط الرابط بصندوق الوصف تحت الفيديو هاي النتيجة جاهزة عنا الباندورة وهلا رح نشوف البصل البصل صار عندي جاهز طبعا النار اهم شي يكون وسط نحركها تحركة بسيطة ونشوف مدة استواء ما شاء الله صار جاهزة وريحتها طالعة بتجنن وممكن كمان نستعمل زيت النباتي مع زيت الزيتون كمان بيطرع لسه أطيب بس البصل يصير عنا جاهزة فورا نضيف الباندورة اللي جهزناهن مع بعض نحركها تحركة بسيطة وهلا رح نضيف باقي المكونات اهم شي النار يكون وسط تنتبهوا عليه بعد ما حركته رح نضيف ملعقتين من دبس الباندورة وممكن نستعمل نصف ملعقة او ملعقة من دبس الفليفلي بتحبوه حد او حلو حسب انا استعملت ملعقة دبس الفليفلي طبعا شوي حار وهي شغلة اختيارية رح نضيف هلا ملعقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من سبع بهارات اللي هي بهارات المشكلة وكمان رح نضيف البابريكا اللي هو فلفل احمر الحلو ورح نضيف اربع ملعقة كبيرة لخمس ملعق من الكزبرة اليابسة متل ما انتو شايفين كل ما زوتوا الكزبرة كل ما بتاخدوا نتيجة طيبة ليهنو هي بالاصل اسمها الخبز الكزبرة خبز الججنيش بنحرك كل المكونات متل ما انتو شايفين وطبعا النار لسه شغال على درجة الوسط انتبهوا من حركة كتير منيح وهلا رح نشوف مع بعض النتيجة ممكن نضيفه كمان رشة بسيطة من الفلفل اسود هاي شغلة اختيارية وكمان ممكن تفرموا فرم ناعم الفليفلي الملونة وكمان بيعطي طعمة كتير طيبة لهاي الوصفة انا استغنت عنها حبيت شغلات اللي موجودة بالبيت استعمله ونتركها كم دقيقة من دقيقتين لتا دقائق حتى كل المواد اللي ضفناهم ياخدوا طعم بعض وهيك صار عندي الصوص جاهز بنتركها حتى تبرد او حتى تتخمر معنا العجينة وهلا منشوف العجينة العجينة ما شاء الله تخمرت ضعفة الحجمة رح نشكلها كرة طبعا حسب بدك الصغار او الكبار انا رح شكلن حجم وسط ومتل ما انتم شايفين ما شاء الله عجينة كتير طرية اذا حسيتوا بتلسق بالايد ممكن تستعملوا شوية زيت تدهنوا ايدكم بشوية زيت وتشكلن كرات هيك بيكون تشكلن بدون ما تلسق العجينة بالايد متل ما خبرتكم حجم العجينة اختياري ممكن اصغر او الاكبر رح نشكل كل الكمية بنفس الطريقة وطبعا منرش شوية طحين بالصينية ومتل ما انتم شايفين شكلتن هر احرا نغطيهم وفورا نشتغل فيها طبعا لازم نغطيها حتى ما تنشف معنا العجينة واذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل اشعارات رح نغطيها وفورا متل ما خبرتكم رح نشتغل فيها بها الاسناء الفرن يكون شغال من فوق والتحت على درجة حرارة 200 او 250 منفرد العجينة اول شي رشة بسيطة من الطحين ورح نفرد العجينة بالايد بالشوبك متل ما انتم بتحبوه يعني كيف ما انتم مرتاحين كيف ما تفرد العجينة معكم رح تفردوها انا استعملت الشوبك متل ما انتم شايفين السماكات العجينة لا بدنايها كتير سميكة ولا كتير رقيقة تنتبهوا لهاي ملاحظة رح نشكلها على شكل دائري وهيك السماكات اللي نحن بدنايها ونحاول نتخلص من الطحين الزايد اللي رشينا على العجينة او اللي تحت العجينة ورح نحطها بالصينية الفرن طبعا انا استعملت وراق الزبدة ما عندكم مرق الزبدة ممكن تتهنوا الصينية بشوية الزبدة بعد ما خلصت من قرصين العجينة طبعا هلا رح نحط الصوس او خلطة الكزبرة اللي جهزناها منحط ملعقة ومنفردها على كل العجينة متل ما هو واضح بالفيديو طريقة سهلة ولذيذة وبصراحة طعمتها كتير طيبة يعني على الفطور متل ما خبرتكم كمان بصيرها على الغداء مشبعة وبصراحة وريحة والطعمة كتير طيبة وطبعا هاي وصفة ما بعرف باي منطقة من العراق بس بعرف انه اهل العراق عم يسوها متل ما انتم شايفين بعد ما فرد الصوس عم حاول بأصابة ايدي اكبس عليها حتى ما ينتفق معي كتير العجينة طبعا هطيتها بالفرن عرض درجة حرارة 200 ل 250 بالدرجة الوسط من فوق والتحت وهيك نكمل كل الكمية بنفس الطريقة منفرد العجينة وبعدين حط عليها الصوس وطبعا عينكن على فرنكم بهالاسناء حتى ما يحترق معكن برجع بخبركم دائما حسب فرن الي عندكن يعني تنتبهوا عليها منفرد ثاني كمان وهيك متل ما خبرتكم منكمل كل الكمية واكيد قبل هالمرة عملت خبز التنور كمان بالفرن رح حط الرابط بالصندوق الوصف تحت الفيديو كمان عملت نوعات انواع عفان انواع كتير من الخبز اكيد رح يبين معكن تحت الفيديو بالصندوق الوصف او بنهاية الفيديو ان شاء الله طبعا اذا حبيتوا تعملوا اكبر تعملوا قرص اكبر رح تعملوا الكورات اكبر وبتستعملوا بس واحدة بالصينية فرن وممكن استعملها لسه اصغر يعني نشكلن حجم اصغر هدولين اختياري يعني حجم التشكيلة هاي شغلة اختيارية متل ما خبرتكم ممكن اصغر او اكبر كمان ممكن نضيف عصص نسيت اخبركم شوية السمسم وحبت البركة هدولين اختيارية ممكن استغنعونها ممكن تستعملوها وماشاء الله بعد الخبز متل ما انتوا شايفين شكلها كيف صارت بتشحي والريحة تعبت البيت ريحة الكزبرة مع البندورة والبصل ماشاء الله بتجنن بصراحة اذا جربتوها رح تعتمدوها كتير الصبح او العشاء مع كاسد شاي متل ما خبرتكم او زبجية اللبن يا سلام هلا رح نشوف مع بعض طراودة بس تبرد مانا شوي وطبعا لازم كل ما نعمل الصينية نغطيها ونتركها تقريبا عشر دقائق مغطية وبعدين منشوف النتيجة هاي النتيجة بعد ما برد معي متل ما انتوا شايفين طرية كتير لتاني يوم لتالت يوم بيضلوا طرايا طبعا هيك وصلنا لنهاية الفيديو بالعافية علينا وعليكم وجربوها اكتبوا بالتعليقات شو رأيكم فيها ورح نقول بسم الله وندوق كيف طعمتها متل ما خبرتكم طعمتها ولا اطيب من هيك اذا جربتوها انا متأكدة مليون بالمية راح تعتمدوها دائما راح تخبزو هاي الخبزة وهيك وصل لنهاية الفيديو بشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي ترجمة نانسي قنقر